نشاط مكثف تشهدها روقة الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية تأكيداً على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها فاللقاءات والاتصالات هنا تركزت كلها على آخر تطورات القضية الصحراوية بغرض إعطاء نفس ودفع جديدين لمواقف الدعم والمساندة للكفاح الصحراوية أجراء صنفراط عقد الاحتلال تدق في آخر مستعمرة في إفريقيا يقول الوفد الصحراوي بتدارس سبل الإسراع في استكمال تصفية الاستعمار بإجراء استفتاء تتخوف منه الرباط كونها تعرف النتيجة مسبقاً نتيجة يقول الرئيس الصحراوي إنها ستكون قاب قوسين أو أدنى من الشعب الصحراوي أثناء لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش لقاء أعقبته عدة تصريحات لرؤساء دول تصب في سلة المكاسب الدبلوماسية للقضية الصحراوية حيث رافع العديد من قادة الدول عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وحقه الشرعي في الحرية والاستقلال في الوقت الذي نواصل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم دعونا لا ننسى مأساة الشعبين الصحراوي والفلسطيني الشعبين الذين لا يزالان يعيشان تحت القمع علما أن الجمعية العامة ومجلس الأمن قد أقرى بحقهما في تقرير المصير والاستقلال يجب أن تتمكن الصحراء الغربية من تقرير مصيرها وأن تعيش بسلام دول أخرى التزمت بدعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاصة للصحراء الغربية ستيفان ديمستورا الرامية إلى إيجاد حل يرضي الطرفين في ظل تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال استكمالا لمشاريع الاستقلال المنقوصة تعمل الدبلوماسية الصحراوية على قدم وساقل لترسيخ قضية النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار رغم محاولات الاحتلال المغربي إنكار حقيقة شعب يناضل من أجل حقه المشروع في تقرير المصير وبسط سيادته على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية